اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في اشارة لعود التكاتر بالنبتة فالأغرونيومية من النباتات العشبية المعمرة التي يصل ارتفاعها ما بين 20 إلى 150 سنتين حيث تنمو الأوراق متبادل على السيخات ويكون لونها أخضر ذاكين يتخلل على اللون الأبيض وما ظهرها بيضاوي مدبدب بالنسبة لخصائص أوراقها فطول عادة يتراوح بين 10 إلى 45 سنتين بينما عرضها يقدر ب4 حتى 16 سنتين استنادا إلى صنف الأغرونيومية بحد ذاته وخصائصه الوراثية بجانب العوامل الطبيعية المؤترة على نموه بما تشمل توافر الضوء والمياه والرطوبة ودرجة الحرارة والطربة والتثمين وموعد الزراعة وكيفية الزراعة والآفات والحشرات في وسط الزراعة فنمو نبات الأغرونيومية على نحو ساليم يتطلب توافر العوامل التالية الضوء تحتاج لضوء متوسط فهو من نبات الضلجزي الذي ينصح بعدم تعرضه لضوء الشمس على نحو المباشر يفضل أن تكون درجات الحرارة ما بين 13 إلى 16 درجة مئوية خلال ساعات النهار في فصل الصيف والرابع بينما يفضل أن تكون ما بين 15 إلى 13 درجة مئوية في المساء ينصح بنقل النبات إلى مكان مناسب إذا انخفضت درجات الحرارة عن 10 درجات مئوية خلال فصل الشتاء ومن جانب الري يتطلب تربة رطبة خلال موثم النمو مع مراعاة عدم الري الزائد عن الحاجة وبهذا يكون الري بمعتل مرتين في الأسبوع خلال فصل الصيف ومرة واحدة فقط خلال فصل الشتاء تفضل درجات رطبة الجو المرتفعة حيث يظهر نمو النابات كما تتطلب تربة شينية منخفضة الكثافة وشيدة الصرف مع تثميتها من فترة لأخرى يفضل السماد العضوي ومن جانب الإختار يتم إختار وزراعة نبات الأقلونيمية خلال فصل الرابع والصيف وطرق الزراعية الزراعة بالعقل الساقية والترقيب الهوائي وتقسيم منطقة التاج أما الأمراض وآفات الأقلونيمية عادة لا تحدث مشاكل متعلقة بالأمراض والآفات في نبات الأقلونيمية إلى أنه يجب الحضر من حشرات المن والبق التقيقي والعناكب والقشريات بالإضافة إلى دبول الأوراق ويتضح ذلك من احتراق رؤوسها بسبب تعرضها للهواء الجاف وانخفاض درجات الرطوبة في الجو شحوب الأوراق بسبب انخفاض الضوء على نحو شديد أو عدم التثميد تفحهم حواف الأوراق والتفافها للأسفل يحدث بسبب انخفاض درجة الحرارة الشديد والإصابة بالساقية إلى هنا إخواني وأخواتي تنكون قد أتممنا حلقة اليوم على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة